بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب لا يقال السلام على الله التحريم لماذا؟ لأنه مخالف للحقيقة فالله يدعى ولا يدعى له فهو غني عننا لكن يثنى عليه بصفات الكمال ولأن مثل هذا الدعاء يوهم النقص في حقه إذ لا يدعى لشيء بالسلام إلا إذا كان قابلا أن يتصف به والله منزه عن النقص الدليل الأول في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام السلام اسم ثبوتي سلبي فسلبي بمعنى أنه يراد به نفي كل نقص أو عيب يتصوره الذهن أو يتخيله العقل فلا يلحقه نقص في ذاته أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه وثبوتي بمعنى أنه يراد به ثبوت هذا الاسم له والصفة التي تضمنها وهي السلامة والسلام له عدة معان أولا التحية كما يقال سلم على فلان ثانيا السلامة من النقص والآفات كقولنا السلام عليك أيها النبي ثالثا السلام اسم من أسماء الله المسائل الأولى تفسير السلام اسما لله عز وجل أي السالم من كل نقص وعيب الثانية أنه تحية الثالثة أنها لا تصلح لله فإن كانت لا تصلح كانت حراما الرابعة العلة في ذلك وهو أن الله عز وجل هو السلام الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله في التشهد فلا نقول للمخلوق تحياتي التقسيم والتقعيد للقول المفيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر